النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم متابعين نشرة الأحوال الجوية عبر أثير راديو الثورة امتداد صريح لمرتفع جويا سطحيا متمركز في أجواء البلقان تصل امتدادته حتى البحر الأبيض المتوسط كما تؤثر على أجزاء واسعة من بلاد الشام خلال الساعة القليلة القادمة يترافق هذا المرتفع الجوي السطحي مع امتداد ضعيف لكتلة هوائية أكثر حرارة من المحور الجنوبي الغربي للبلاد هذه المنظومة الجوية تفرض بعد مشيئة الله تعالى طقسا خريفيا مشمسا مستقرا مع انتشار طفيف لبعض السحب المتفرقة على عموم مناطق بلاد الشام بناء على هذا التحليل توزع الضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الخميس خريفيا مشمسا مع انتشار ضعيف لبعض السحب المتفرقة تنخفض درجات الحرارة خفاضا طفيفا لتسجل 25 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 9 درجات مئوية حركة الرياح متوسطة غربية عند 15 كم في الساعة بالنسبة لطقسي يوم غد الجمعة تستمر الأجواء الخريفية المشمسة كما تستمر بعض السحب المتفرقة بالظهر في الأجواء وخاصة خلال فترة ما بعد الظهر تحافظ درجات الحرارة على قيمها المسجلة لتلامس 25 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 9 درجات مئوية تنخفض حدة حركة الرياح الغربية لتهب بسرعات تقارب 10 كم في الساعة نهار السبت أجواء خريفية مشمسة انتشار الصحب يكون موجودا ولكن نادرا وضعيفا تحافظ درجات الحرارة على قيمها المسجلة خلال اليومين السابقين لتلامس 25 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 8 درجات مئوية تنخفض حدة حركة الرياح ويتصبح اتجاهتها متقلبة عند 5 كم في الساعة إذن ملخص الساعات 72 القادمة هو الأجواء المشمسة المستقرة مع انتشار طفيف لبعض الصحب والطقس الخريفي المميز في التوقعات المتوسطة وبعيد المدى لازلنا نتوقع إن شاء الله تعالى دخولا منخفضا بطبقات الجوي كافة وذو فعالية من متوسطة إلى عالي اعتبارا من ساعات صباح الاثنين نترك تفاصيل حتى تقترب المدة مطلع الأسبوع القادم بإذن الله تعالى هذا يتعلق التطورات الحال الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون